اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اكدت وسائل علامة الاسرائيلية رصد اطلاق عشر سواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها وتسببت في اضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا واكدت ان هناك اصابة مباشرة لمبنى في منطقة الكرمل بمدينة حيفا واندلاع حريق كبير واشارت ياسرائيل هيوم الى حدوث انطلاق انقطاع للتاريخ الاربئي عن اجزاء من مدينة حيفا نتيجة هذا القصف كما اكدت هيئة الاسعاف الاسرائيلية السبت اصابة خمسة اشخاص بجروح طفيفة بعد القصف على حيفا وافدت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها بان حزب الله اللبناني قال انه تم استهدافه بصاروخ موجه دبابة مركابة عند الاطراف الشرقية لبلدة شمع واوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه صحيفة معاريف العبرية الغاء مشاركة الرئيس الاسرائيلي اسحاف هيرتسوغ في قمة المناخ باذربيجان لأسباب امنية وافدت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها بان وزير المالية الاسرائيلي بيتسايل سوموتريتش قال ان الحرب كلفتنا حتى الان مئتين وخمسين مليار شيكل ولن اشارك في اتفاق لاطلاق صراح المحتجزين يؤدي الى وقف الاعمال القتالية مضيفا اعتقد انه من الصواب اقامة مستوطنات في غزة وسيكون ذلك ولكن ليس لاغراض الحرب وذلك على حد قوله ويتواصل لقوات الاحتلال الاسرائيلي شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف ارجاء قطاع غزة وارتكاب مجازر دمية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع انساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح اكثر من 90% من السكان ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مربعة سكنية كاملة في قطاع غزة ضمن سياسة التدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة ولا يزال الاف الشهداء والجرحة لم يتم انتشالهم من تحت الانقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الاوضاع الميدانية في ظل حصار خانق للقطاع وقيودا مشددة على دفول الوقود والمساعدات الحيوية العجلة للتخفيف من الاوضاع الانسانية الكارثية وافادت قناة الكاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها بان وسائل اعلام اسرائيلية قالت ان الجيش اقر سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين في لبنان مشيرة الى ان المنظومة الامنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله اللبناني الى التسوية ويواصل جيش الاحتلال جرائمه في لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الاهالي وسط انباء متضاربة بستها وسائل الاعلام الاسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الابرياء في لبنان واعرب نجيب مقاطي رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان عن امله في الاعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار مع اسرائيل وقال انه لم يكن يعتقد ان التوصل الى اتفاق ممكن الا بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية وتتردد انباء عن اتفاق محتمل ابرامه خلال ايام بين لبنان واسرائيل يضمن وقفا لاطلاق النار مدة ستين يوما ووفق هيئة البث العامة الاسرائيلية فان مسودة هذا الاتفاق تنص على هدنة اولية لمدة ستين يوم مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم اشتركوا في القناة